وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 674 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغة 967 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 145 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 738 طن أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 85 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 912 قضية من بينها 206 قضايا خبز ناقص الوزن و226 قضية خبز غير مطابق للمواصفات